موسيقى معدلات البيع تدت ترجع لمعدلاتها الطبيعية والسوق السندي شايف زيادة متوقعة على آخر السنة ممكن توصل لـ 30-40% عن السنة اللي فاتت ده منعكس على المعرض المعرض السندي حيشوف أكتر من 45 برند بيعرضوا ده بيمثل تقريباً كل السوق المصري للسيارات الـ 45 شركة دول بيتسابقوا أن هم يبينوا أقوى الموديلات عندهم وأحدث الموديلات وده يمكن التوقيت ده هو اللي خلانا نبقى محط اهتمام للناس في أنها تظهر الموديلات الجديدة نقلنا المعرض من السنة اللي فاتت بعد ما عملناها في شهر 9 وكان المردود إيجابي نقلنا السنة دي لشهر 9 بناء على طلب الشركات كلها عشان المردود الإيجابي اللي حصل السنة اللي فاتت وجود المعرض في الربع الأخير بيخلي الشركات تقدر تعرض الموديلات الجديدة وتاخد حجزات عليها وفي نفس الوقت لو عندها لسه مخزون من الموديلات القديمة بتقدر تعمل عليها أفرز قوية فالناس بتبقى رايحة عارفة أنها لو بتشري عربية موديل 2018 مش 2019 هيبقى الشركة أكيد عاملة عليها خاص عن الرعي الرئيسي بتاعنا شركة شل إيجب للسنة الثالثة على التوالي بيعملوا مفاجآت قوية جدا كل معرض الزائر اللي هيجي يزور معرض أوتومايك السنة دي هيبقى عنده ودبة دا سنة من ناحية البرندات الموديلات الجديدة هيشوف أكتر من خمسين موديل متشافوش في مصر قبل كده هيشوف أنظمة تقسيط هيشوف كل حاجة في شركة بتقدم سيارات مستعملة هتبقى عندها جناح صغيرة لكن مفيش سوق سيارات مستعملة هو شركة واحدة بمركزها على سيارات المستعملة هتبقى عارض شركة أو اثنين وبيعرضوا برا خالص يعني مش تحت مش في نفس مش تحت نفس السقف اللي موجود فيه العربيات الجديدة زي في أي حتة في العالم بيبقى فيه برا في الاوتدور بيبقى فيه حاجات الحاجات للصناعة بس من بعيد زي التأمين زي العربيات الكميرشل اللي هي مكان برا زي العربيات الـ ركس وبصص كل حاجة موجود قولي حدياتك السنة دي المعرض أنا بشتغل في الصناعة دي بقى لي 15 سنة وأنا أكاد أجزم إن السنة دي هتبقى أكبر سنة أنا عدت علي الأوتوماك